أماما في اليوم الرابع والعشرين من شهر جماد العول ذكر استشهاد المفكر الإسلامي العظيم والمرجع الشيعي الكبير الشهيد العظيم السيد محمد باقر الصادر قد صلىه نفسه الزكية وعطر الله مرقده الشريف الذي استشهد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جماد الأول طبقا للتقويم الهجري لأن بالنسبة إلى الأخوة المؤمنين في العراق يحيون الذكرى بالتاريخ الميلادي كما أيضا مرت بنا في اليوم الثاني والعشرين وفاة المرجع الشيعي المقدس الشيخ بهجة رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية وتمر بنا في اليوم السابع والعشرين يعني بعد ثلاثة أيام ذكرى وفاة المفكر الإسلامي الكبير العلامة الفقيه الشيخ عبدالهادي الفضلي رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية هؤلاء الرجال الثلاثة من عظماء مذهبنا ومن عظماء مدرسة أهل البيت ومن أولئك الذين بذلوا وأعطوا الأول ذلك الشهيد والمفكر الإسلامي الكبير بل المفكر الإنساني العظيم الذي أصبح مفخرة لا للمسلمين لا للشيعة فحسب أو المسلمين فقط بل للإنسانية جمعاء أصبحت الإنسانية تفتخر بذلك المفكر كبير وأصبح العلماء والمفكرون يفتخرون بذلك الرمز الكبير بصفته رقما صعبا ومفكرا عظيما أصبحت الجامعات في العالم تضع له مجسمات رمزية إلى ذلك المفكر كبير آخرها ما قامت به روسيا حين أجمع علماؤها على أن ذلك الشهيد من كبار مفكر الإنسانية جمعاء فجسدوا له مجسما كبيرا في أكبر متاحفهم وجامعاتهم ولقد حضر وفد كبير من العراق لحضور كشف الكشف عن ذلك الرمز الكبير أو عن ذلك المجسم العظيم الذي نحتوه إلى ذلك الرجل والشخصية العالمية الكبرى وهم من غير مسلمين فحري بنا نحن المسلمين ونحن شيعة أهل البيت خاصة أن نفتخر بتلك الشخصية العملاقة الكبرى وأن نجسدها في حياتنا نجسد عطاءها بذلها فكرها جهادها مواقفها في حياتنا نجعل تلك الشخصية حية بيننا وجعل تلك الشخصيات الكبرى حية حينما نقرأ تلك الشخصيات قراءة صحيحة نقرأ عطاءها ونقرأ مواقفها ونجسد مواقفها ومبادئها تلك الشخصية في الحقيقة ينبغي بشبابنا شبابنا المثقفين شبابنا الوعيين شبابنا المتعلمين أن يقرأوا عطاء ذلك الرجل العظيم ويقرأوا ما كتب عنه ولا زال كبار المفكرين من المسلمين يكتبون عن تلك الشخصية بحوثا متكررة وإلى اليوم في المجلات والفصلية والسنوية وغيرها ولازالت المؤتمرات تقام لدراسة تلك الشخصية ولازالت الندوات والمؤتمرات تقام للتعرف على عطاء وبدل تلك الشخصية ولازالت كتبه إلى اليوم مرجعا فكريا وعلميا ودراسيا ومناهج دراسية تدرس في الجامعات وفي الحوزات العلمية ذلك الرجل الذي أعطاه الله ذلك الفكر وذلك العلم وذلك العطاء والذي أعجب به كل أبناء العالم وذلك الرجل الذي رجع إليه المؤمنون في التقليد وتربع على صرح الزعامة الدينية المرجعية والفكرية والعلمية ليس للمسلمين فحس بل لكل مفكر العالم ذلك الرجل لم يبخل بدمه الزكي الطاهر في الدفاع عن الإسلام وفي الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين وفي مقاومة الظلم والاضطهاد لم يرى لكل ما يملك من فكر وعطاء وزعامة وقيادة أثرا في سبيل الدفاع عن الإسلام والدفاع عن المحرومين والمستضعفين ومواجهة الطغيان ضحى بكل وجوده في سبيل الله وبذل كل حياته في سبيل الله ووقف ذلك الموقف في وجه ذلك الطاغية في وجه ذلك الطغيان والاستبداد وقال كلمة الحق وأفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطانا جائر ولو سكت سيبقى عظيما ممثال الصدر سيبقى عظيم وسيبقى مفكر وسيبقى رمزا ولكنه مع ذلك ضحى بكل ذلك في سبيل الله وبذل كل ذلك في سبيل الله وذهب إلى الله عن عمر لم يتجاوز الخمسين عاما فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والثاني الشيخ المقدس العظيم الشيخ بهجد الذي ملأ المجتمع الشيعي إيمانا وقداسة وملأ المجتمع المؤمن قدوة فأصبح العالم القدوة والمرب القدوة في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان والورع والتقوى والزهد والقداسة التي قل نظيرها فكان شخصية مقدسة وترابيا ومؤمنا صادقا وأصبح رمزا للطهر والقداسة وتربى على يديه جمع غفير من الطلاب والشباب المؤمن الذين عشقوه عشقوا طهره عشقوا نبله عشقوا زهده عشقوا قداسته فالجزاء الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والشخصية الثالثة وأعرف من أن يعرف وأنتم كلكم ربما نهلتم من عطائه وفكره ذلك المفكر الإسلامي الكبير سماحة الفقيه الشيخ عبدالهادي الفضلي رحمة الله عليه الذي بذل كل ذلك البذل من العطاء ألف وكتب وحاضر وبذل وأعطى وتتلمذ على يديه جموع غفير من أبناء هذه البلاد ومن غيرها وسطر وكتب وألف الكتب التي أصبحت مناهج دراسية في الجامعات والحوزات العلمية فجزاه الله خير جزاء المحسنين